أول خبر عندي بيقول الركود بدلا من النمو البنك الوطني النمساوي بيخفض توقعاته للناتج المحلي الإجمالي وده اللي صرح به البنك وقال أن العملية أن البنك النمو بنسبة ضئيلة جدا صفر فاصلة ثلاثة بعد ما كان متوقع بيتراجع من نسبة صفر فاصلة سبعة عندنا خبر تاني بيقول النمسا تشهد أطول فترة ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية التانية على فكرة ده خبر مخيف جدا أن أنت من الحرب العالمية التانية إلى الآن وخبر آخر بيقول خبراء الاقتصاد في النمسا بيحذرون الرهفة هي غير قابلة للاستدامة كل اللي بيحصل في الموضوع ده برضو بنرجع رغم تنوع أو الاستغناء عن المصادر لكن البنك هنا بيحذر أن هناك حالة من الركود قادمة هتحصل على النمسا وإن كان منذ الحرب العالمية التانية ما شفناش حالة من الركود مثل هذه نعم يعني استاذ مدوح بصراحة خبر فعلا مثل ما تفضلت خبر مخيف خبر مرعب يعني وعنوان مرعب أنه النمسا تشهد أطول فترة ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية التانية طبعا طبعا يعني هذا مؤشر إضافة للبنك المركزي بيقول أنه صار فيه ركود بضل من النمو للمرة الثامنة على التوالي يعني في النصف الثاني من هذا العام يعني فبالتالي خفض توقعاته بالنمو من 0.3 إلى انخفاض بنسبة يعني الناتج الإجمالي سينخفض إلى 0.7 كما خفض توقعات عام 2025 من 1.8 إلى 1 الناتج الإجمالي فبالتالي أعتقد النمسا من الممكن أن تكون مقبلة على عجز ومعه عهد فيفو وإيها إيس توقعات أيضا بنمو صفري يعني فعليا أو زيادة طفيفة بنسبة 0.3 وهي فعليا اللي توصل لآخر شيء البنك المركزي وابل كده كان عندنا خبر تحذير من إفلاس النمسا بالضبط موضوع يعني بالضبط موضوع نعم موضوع بيقول لك كمان الخبر التالي شو بيقول لك بيقول لك أنه يعني يحذرون من الرفاهية الغير قابلة الغير قابلة للإستدامة كما قال يعني أيضا جابرييل فيلبرماير فيلبرماير رئيس معهد فيفو للدراسات الاقتصادية أنه فعليا يوجد 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 نوع من الاقتصاد أو الحراء الرفاهية الغير مدروسة في النمسا وهي مهددة بأن تستمر وأن تبقى موجودة فبالتالي دعا إلى نوع من تخفيف المصاريف أيضا وهذا أيضا مشكلة تخفيف المصاريف أيضا له بعض سيئ يعني على الاقتصاد إجمالا فبالتالي الناس اللي يعني حتى هو اليوم حذر مثل ما قرأته في النشر عندك حذر من موضوع أن الناس عم تقلل من مصاريفها وعم تقتصد هذا الشيء أيضا بالضبط إله إله ادخار ناتج عن الخوف ناتج عن الخوف وهذا بالتالي يعني تجميد العملة تجميد المال فهذا بالتالي أيضا يؤدي 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 إلى تفاقم النمو ويعني عنوان جريء بصراحة أن النمسا والحكومة المقبلة عندها تحديات كبيرة كبيرة فعليا حتى تتجاومها ومن ضمن يمكن السلبيات اللي بيوجوها للحكومة الحالية إن عملية العجز زادت جدا وما كانوا دائما بينادوا إنما النمسا الاستدانة في النمسا السقف بتاعها ارتفع جدا هذا العام يعني أو مع تواجد الحكومة الحالية ترجمة نانسي قنقر